بداية تعليقك على مسألة المقترح المصري الجديد الذي قد يطرح في الجولة السابعة وهو تعويق تكوين أو تشكيل مجلس عسكري من عدد من الضباط من مختلف مناطق ليبيا الذي ربما يحل الخلاف فيما يتعلق بالصلاحيات والمناصب هو هذا ما يذهب إليه الأمور لأن الجيش أمره ملتبس وهناك حتى صراعات على مصدر القيادات وبالتالي تقترح القاهرة ليس مجلس واحد من عدة مجالس لفك هذا الإشكال حتى أن تصرب ألنا سابقا هناك أكثر من مجلس يعني مجلس القيادة العامة ومجلس الأمن القومي وبالتالي هناك توزيع للاقتصاصات داخل هذه المجالس لأرضاء أكبر قدر ممكن من العسكريين وبالتالي يمكن ساعتها أن تمضي هذه المؤسسة مواحدة على مستوى ليبيا ولكن الأمر المهم جدا أنه المؤسسة العسكرية إذا ما توحدت في ظل الظروف الحالية فإن توحدها يظل بلا قيمة كبيرة لأن الحكومة أولا غير مواحدة هناك حكومتان في البلد إضافة إلى أن الحكومة المفوضة من مجلس الرئاسي لا تحظى بالشرعية اللازمة من مجلس النواب وبالتالي يمكن أن تعترض حتى المؤسسة العسكرية عن كيف يريدون منها أن تتبع السلطة المدنية والسلطة المدنية غير شرعية أو غير مشارعنة وهي مفوضة وبالتالي انتهاء الأزمة السياسية بالتوازي مع انتهاء الأزمة الأمنية هذا واجب جدا ولابد من أن يأخذ فيه الاعتبار هل يمكن تحقيق ذلك؟ ضيفي قال لكي تكتمل خطوة تكوين المجلس العسكري لابد من توحيد المؤسسات الحكومية والسؤال الذي يطرح نفسه الآن أيهما يقود الآخر؟ أيهما يجب العمل عليه أولا؟ توحيد المؤسسات السياسية وتحقيق المصالحة؟ أم توحيد المسألة العسكرية؟ أم يمضي الاثنين فيه اتجاه واحد؟ وهل هذا بالفعل؟ ممكن لا بالطبع طبعا الأولوية دائما للمسائل الأمنية لو اهتم العالم أو حتى البحثة الأممية بالترتيبات الأمنية التي تشمل أولا معارجة قضية السلاح أو المنتشر في ليبيا معارجة قضية الميليشيات المنتشرة في ليبيا إلا كانت انتهت المسألة السياسية من يؤثر على السياسيين ومن يبتزهم ومن يمنعهم حتى أن يبدأ رأيهم ومن يمنع حتى الإعقاد جلساتهم هو هذا السلاح المنتشر في يد الميليشيات وقادتها وغيرها إذن نحن دائما نطالب بقمة أمنية أو بترتبات أمنية حقيقية تنزع السلاح ممن لا يخول له ذلك وتحصره في يد الدولة في الشرطة وفي الجيش بعد ذلك يمكن سعة الحديث بسهولة عن الأمور السياسية أو حل الإشكال السياسي عن طريق انتخابات عامة ومن يفوز يحكم ولكن الآن من يمنع حتى الانتخابات من يمنع إصدار القوانين هو السلاح الموجود في ليبيا أعتقد أن البعثة الأممية والعالم أهمل الترتبات الأمنية بشكل كبير ما أدى بنا إلى ما نحن عليه الآن الاهتمام بالأمن أولا بنزع السلاح بشكل أو بآخر بإبعاد التأثير الميليشياوي على القرار السياسي ساعتها يمكن أن تنجح المساعي السياسية